أهلا بحضراتكم من جديد عايز أقول لك يا أستاذ عبد الحكيم وممكن والحلقة شغالة جات لي السفسارات كتيرة وأسئلة كتيرة بس أهم السؤال عجبني واحد بيسأل بيقول في بداية الموسم الأهلي خسر بطولة ومع بطولة السوبر الانتقادات زادت شوية بس قدر الأهلي يرجع بسرعة ويطلع من عنقه الزجاجة على المستوى الإعلامي والصحفي انت شفت الفترة دي كانت فترة حارجة اللي البعض كان بيحاول يضغط فيه على الأهلي زيادة عن الحد شوية ولا الكلام اللي كان بتقال في صياق موضوعي طب أنا عايز ليه بس تعقيف موضوع الحكام طب نتفضل ماشي عشان نختم الموضوع ده هي المنافسة بتقتصر على الظلم التحكيم والعدالة التحكيمية بس لا فحاجات كتيرة جدا انت لو محاكم يظلمك عادي ورد ان هتعدمه لكن المهندس خالد مرتاج كان أول مبارح فيه لقاء أمين سندوه النادي الأهلي وقال كلمتين الناس مقفتش قدامهم كتير كعادة أي حاجة تخص النادي الأهلي راجل تكلم على معايير النزاهة المالية دي مهمة جدا راجل تكلم على نقطة مهمة جدا مصدر دخلك من ايه؟ وغير كده انت لما تيجي تتكلم تعال اقول لي اني النادي معين اجمال الانكم بتاعه مثلا الدخل بتاعه كرعاة وحقوق تسويق الكلام ده كله ما يعديش 100 مليون جنيه وبيصرف مليار جنيه سنوات طب انت لو طبقت معايير النزاهة المالية المفروض المفروض يكون حجم الدخل بتاعه وصل 900 مليون جنيه طب هديجي تقول لي ايه علاقة ده بالمنافسة والكلام ده كله اقول لك النادي الأهلي مثلا بيبقى مضطر يدفع ضريبه وتأمناته وكل حقوق الدولة وكل التزامات وتجاه الأندية والاتحادات المحلية والقرية في جميع الألعاب وليس كرة القدم لوحدها رغم اننا همفروض ما نتكلم عن كرة القدم مظبوط الفواري بينك ما بين الأندية اللي انت المفروض بتاخد الرحصة وانا هنا سؤالي اتمنى للناس اللي قاعدت سنين تقول لك والنادي الأهل ليه ما بيلعبش الإسماعيل في الإسماعيل ليه تجاوب على السؤال ده كيف تحصل الأندية بعينها على رخص مشاركة محليا وقرية ده على فكرة ده عايز حلقات لا لا أنا عايز مجاوب على السؤال ده بس تتعرف أن أسكت فيه غرامات أبا كده صدرت نتيجة ان انت مرحت رخص بالمخالفة للوايح تمام يعني انت متفق معايا تعال لدي للإهداء انا لو أنت بتتكلم تقول لدي النادي الأهلي أنت أقل ندد من الأندية اللي حدμو نتكلم عليهم في فرق 600 wa 700 مليون جنيه في السنة ايدي لهم 500 مليون جنيه لدي للنادي الأهلي زيادة عن المزاق مهوان انت حضاك دلوقتي انت متمتع بحتة اني النادي الأهلي بيدفع كل التزامات فيها ما تدفعش فانت مو Plantное 500 مليون جنيه في السنة ايدي الأهلي ما يدفعشل 500 مليون جنيه في السنة هيبلعات بتاعتها في صفقاتك في دعمك في معسكراتك في الأوبشن اللي تديها لعبتك حوافز لعبتك بشكل معين في قود لعبتك في استثماراتك في لعبتك 500 مليون يفروه معك كم سنويا يفروه معك في قديه فدي لو حدك بتتكلمني على عدالة وتنافسية وحكام والكلام ده كله كلمني عن النقطة دي دي نقطة مهمة جدا من حدش يتطرق لها عدالة المنافسة ما بين الأندية التي تنافس على القمة باطل وبهتان وزور لأن ده معيار مهمة جدا والفلوس دلوقتي كرة القدم فلوس كرة القدم استثمار كرة القدم يأسها فلوس الحتة دي غابت على فكرة بص على الحوار كله تعمل مهندس خالد مرتجي النقطة الوحيدة المحدش تطرق لها هي النقطة دي عارف ليه؟ بتوجع بكلمة جد ولا بتوجع كل الحوار بتعمل مهندس خالد مرتجي الناس مسكتوا في وصصيته كلمة كلمة ما عادة العشرين سانية دي رغم العشرين سانية دول تبنى عليهم صناعة رياضة وصناعة كرة تبنى عليهم بطولات حرام كتير مش منافسة بطولات بطولات زي ما بيقول سيد راجب بطولات تفهمني؟ تبنى عليهم كتير جدا والله بيكلمك جد اشتركوا في القناة